وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية شفاء أول حالة مصابة بالفيروس المسجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها العلاج اللازم منذ دخولها إلى المستشفى في الإمارات ووضحت الصحة الإماراتية أن الحالة التي تعافت من الإصابة تنتمي لعائلة صينية كان قد تم الإعلان عن إصابتها بالمرض نهاية الشهر الماضي حيث تماثلت الجدة والبالغة من العمر 73 عام للشفاء وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية